فترة التحضير وفيه دعم سياسي واضح ومتابعة رئاسية واضحة يا خبار حضرتك قدرنا ان احنا زي ما بيقولوا ايه التروس تطبع على بعضهم ان الناس بدأت تسخف بعض بدأت تسمع بعض يعني انا ممتن جدا لفترة التحضير بتاعتنا ممتن اكتر للقواعد البسيطة اللي احنا حطناها بانفسنا كلنا وتوافقنا عليها اللي النهاردة في جلسات النهاردة ظهرت اهمية هذه القواعد ابسطها وبشكل مباشر جدا ان احنا كلنا توافقنا على ان كل المتكلمين يتم اعطاهم عدد متكافئ ومتساوي من دقائق التحدث قاعدة فبقى فيه تايمر شغال خلاص التايمر بيشتغل كل واحد بياخد اربع دقايق سواء كان من مجلس الامناء من برى مجلس الامناء من الضيوف اي واحد اعطي الكلمة اخد اربع دقايق زي وزي غيره والتايمر على الشاشة فبقى فيه شفافية وحيادية في الادارة خلاص انت بقى عود نفسك ان انت ترتب كلامك على الوقت المحدد لك لانك مش ممكن تجور على حق اللي بعدك ومش ممكن اديك وقت غير الوقت اللي بعدك فطب كنا هنوصل لده ازاي غير مع التحضيرات كنا هنوصل لده ازاي غير لما احنا قعدنا ودرسنا وحطينا شوية قواعد تكون ضبطة معارضة مثلا من القواعد الاساسية الجوهرية احترام مؤسسات الدولة احنا مش بنعمل الحوار علشان يعني نتكلم في حق المؤسسات بما لا يليق احنا الحوار اصلا هو نظرة للمستقبل ودعوة لترتيب الاولويات وليس جهة اتهام وليس جهة محاسبة احنا مش نخلين خناء ولا جهة خناء يعني في الاخر مش خناء هي الفكرة ايضا انت مش جهة حساب انت مش جهة اتهام هناك مؤسسات هذه وظيفتها وهذا عملوها ولديها ادواتها صح ماشي انت مش مش هذه الجهة فبالتالي برضو احنا كنا يعني عارفين ده كويس